موسيقى عايز اقول لكم ان صدر قرار رسمي اليوم يمكن انا من القرارات الرسمية اللي بيصدرها رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اللي انا يعني مقدر دوافعها خلوا بالكم يعني انا مقدر دوافع هذا القرار واسبابه ومبرراته لكن مختلف معه شوية رئيس الوزراء اصدر قرار اليوم كما صرح السفير حسام القويش المتحدث الرسمي بيصدر مجلس الوزراء بانه تقرر اعتبار يوم الخميس المقبل اللي هو بعد بكرة الموافق 6 اغسطس 2015 اجازة رسمية تعطل فيها المصالح الحكومية وذلك احتفالا بافتتاح قناة سويس وقال سيادة السفير ان القرار جاء مشاركة من الحكومة للعاملين بها احتفالاتهم بافتتاح هذا الانجاز العظيم حتى يتمكنوا من متابعته واثار الى ان رئيس الوزراء اكد ان مشروع قناة السويس الجديد الجديدة يمثل حافظا لنا جميعا في كل المشروعات حيث اثبت المصريون بتنفذهم القناة الجديدة في عام واحد انهم يستطيعون انجاز ما كان يظنه البعض مستحيلا الكلام ده حقيقي ومن ثم فعلينا الاستثمار هذه الروح في دفع المشروعات التنموية والخدمية المختلفة والعمل ليلة نهار من اجل رفعة شأن وطننا هي دي الجملة اللي انا واقف عندها وهي دي المنطقة وهذا يمكن الاختلاف البسيط في وجهات النظر ربما اكون مصيبا او مخطئا ولكن وجهة نظري انه ما كان ينبغي ان ناخذ هذا اليوم اجازة ليه؟ لانه ده يوم عمل ده يوم احتفال بعمل ده يوم احتفال بانجاز وبالتالي احنا اجازاتنا كترة اوي يا جماعة اجازاتنا الرسمية كترة اوي وربما تكون الحكومة المصرية مفرطة في منح الاجازات للمواطنين والاجهزة الحكومية احنا لسه خارجين من عيد ويمكن الاعياد بتاعتنا اختلفت عن زمان اوي العيد زمان كنا بناخد اجازة يومين لكن دلوقتي الملاحظ ان احنا خدنا كلنا اجازة اسبوع العيد كان يوم الجمعة والناس كملت بقى جمعة وسبطة واحد واثنين وثلاثة واللي خد اجازة كده وتصرف واللي زواغ من الشغل واللي زمد عليها يومين الاسبوع تقفل اجازات يعني طب احنا بنفتتح قناة السويس الجديدة عشان احنا بنبني مصري من جديد لا لازم نبنيها يوم الخميس برضو نشتغل ونتابع الاحتفالات وكل حاجة لكن نشتغل قيمة العمل في مصر محتاجة تحفيز محتاجة ترسيخ اكتر احنا بنسابق الزمن سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دايما يقول مفيش وقت احنا ما عندناش وقت احنا بنسابق الزمن احنا محتاجين فوق اليوم يوم واثنين وثلاثة عشان ننجس فيهم لما يوقف رئيس الجمهورية ويقول في تدشين هذا المشروع لا تلات سنين لا سنة واحدة يبقى ده معناه انه عارف ان الناس هتشتغل تلات شفتات بدل شفت واحدة هتشتغل 24 ساعة وده الله حصل وتعامل تحالف التحدي عشان يحفر قناة السويس في سنة والعالم كله الان يقف مبهورا ومعجبا بالارادة المصرية في العمل ان احنا نحفر قناة السويس في سنة احنا عايزين حياتنا كلها تكون كده احنا مش عايزينها في قناة السويس بس ونحتفل وينفضل الاحتفال ونرجع على سمتنا العام وصفاتنا ان احنا بنشتغل 28 دقيقة في اليوم طبقا للإحصاءات الرسمية ان الموظف المصري بيشتغل 28 دقيقة في اليوم لا ولا 35 ولا 40 ولا ساعة ولا ساعتين المفوض يشتغل 18 و 12 ساعة في اليوم ليه؟ ليه؟ لان احنا بنعوض سنين كتيرا راحت من حياتنا بدون انجاز لان احنا كنا مشاركين في هذه الاخطاء يعني بنكلم عن 30 سنة فاتوا ما كانش عندنا بناء فيهم بالقدر الكافي ولا كان عندنا تنمية مستدامة بالقدر الكافي ولا كان عندنا مشروعات املاقة بهذا الشكل ولا كان عندنا تعليم بيتطور ولا صحة بتتطور ولا خدماته مرافق بتتطور ولا صرف الصحة ولا مياه ولا كهر ما كانش العمل في مصر بضمير فاحنا شاركنا في ده على الاقل بالصمت على الاقل ان احنا سكتنا 30 سنة فبالتالي لابد ان نعوض هذا الوطن عمل بالعمل الشاق لا يا سيادة المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة تقديري الشديد لحظتك حظتك عارف ان انا بقدرك وبحترمك وشايف انك انت بتبذل جهد كبير جدا لا احنا مش عايزين اجازة يوم الخميس الناس تشتغل الناس اجازاتنا كترت قللوا الاجازات شوية مش كل احتفال يكون فيه اجازة احنا محتاجين ننتج بالفعل اشتركوا في القناة